ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى متبع الهوى صنف سببين في القرآن لاتباع الهوى السبب الأولاني اتباع الهوى سيرا وراء شهوة النفس السبب الثاني اتباع الهوى انتصارا لرأي النفس خلينا في السبب الأولاني اتباع الهوى سيرا وراء شهوة النفس ربنا سبحانه وتعالى ركب في الإنسان شهوات وجعل منها المباح اللي ما يقذيش نفس الإنسان وما يخليش الشهوة تستولي عليه فيصير عبد للشهوة أو يخلي الإنسان مؤذي لغيره في المجتمع فإذا الإنسان انضبط بالوحي والهدي الرباني النبوي في الاستمتاع بالشهوات المباحة صار متبعا للوحي في شهوات الله ربنا أبح لي وإذا تجاوز الإنسان الوحي والهدي النبوي صار تاركا للوحي ومتبعا هواه في الاستمتاع بالشهوات المحرمة اللي فيها التجاوز للشهوات المباحة عشان كده ربنا في رسالته في القرآن بيقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغيره هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ركز في رسالة ربنا في القرآن في تفاصيل الكلمات فإن لم يستجيبوا لك هو عارف إن ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم وكأن الكلام دينا كلنا أنك تفهم متى يصنف الإنسان نفسنا متتبع هواه فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فكأن ربنا سبحانه وتعالى حط الهوى في مقابل الهدى الرباني اللي نازل في سورة وحي قرآن أو سنة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليه ربنا قال فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لأنه مش ممكن حد ينصحك نصيحة أمينة نصيحة حقيقية تنفعك أكتر من ربك سبحانه وتعالى اللي خلأك ويعلم مستقبلك ويعلم جنتك ونارك ويعلم نقاط ضعفك ومتى تستولي عليك شهودك حد تشعر في الكلام ده أكتر من ربنا سبحانه وتعالى فلما يحدد طريق معين يعني مثلا لما ربنا يحدد في الشريعة نداء الساعة ربعة الصبح الصلاة وخير من النوم وانا عارف ان ده منادي ربنا ودي فريضة وحط المخدة هنا انا آثرت النوم الزائد على الفريضة ربنا قالك نام براحتك لكن لو انا عايز انام الربع ساعة دي اللي هي بتاعة صلاة الفجر دي ده كده زائد كده شهوة مباحة صارت زائدة النوم وقت الصلاة فانا آثرت هوايا ربنا سبحانه وتعالى قالك كل حاجة في الأكل حلال إلا مثلا لحم الخنزير عندنا إحنا كمسلمين أو شرب الخمر ساعتها لما أنا أتجاوز كل الحلال ده في الأكل أو كل الحلال ده في الشرب وروح للخمر والمخدرات وكأني طلعت برا الهدى للهوى كأن ربنا بيقولك هو ده النهي هنا ده اسمه اتباع الهوى علاقة الراجل بالستة أو الستة بالراجل لها حدود مباحة ثم حدود فيها تجاوز أول ما الإنسان يتجاوز هنا هو ماشي وراء شهوة نفسه وهقولك على معلومة إرضاء ربنا أسهل بكتير من إرضاء شهوة النفس لأن شهوة النفس دي كل ما ترضيها تقولك هل من مزيد بتتضخم أما ربنا سبحانه وتعالى فطلباته يسيرة ويرضى منك بالقليل عشان كده ربنا قال لك لا تترك الهدى وتتبع الهوى سيرا وراء إرضاء شهوة النفس ترجمة نانسي قنقر